موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها كالعادة بأبرز عنوين الصحفة عنوانة الشرق الأوسط النظام وسع دائرة قصفه من الغوطة الشرقية إلى حلب والأكراد استعدوا أكثر من مائة قرية بمحيط عين العرب أربعة وثلاثون قتيلا في ثلاث تفجيرات استهدفت بغداد العاصمة الأردنية تضيء شموعها على روح الطيار الكساسبة الإمارات تنشر طائرات F-16 في الأردن وتستأنف عملياتها الجوية ضد داعش مجلس التعاون يعرب عن رفضه للانقلاب في الذي قام به الحوثي على السلطة في اليمن مصادر الحوثيون انقلبوا على حليفهم علي عبدالله صالح دول أجنبية ليبيا قد تواجه الإفلاس أما في العربي الجديد سوريا أكثر من عشرين غارة لطيران التحالف على الرقا العراق تشكيل قوة عسكرية بأربعة ألاف عشائري لمحاربة داعش داعش يبيع مناطق نفوذه في الديالة للقوات الأمنية بالفيديو التسريبات مستمرة السيسي يحتقر الخليج أمير سعودي يسأل عن مصير مساعدات بلاده للنظام المصري لا ودائع كويتية وإماراتية جديدة في مصر النقد المصرية تصفع أحكام الإعدام التحريات ليست دليل إدانا القوى اليمنية ترفض انقلاب الحوثيين وتضاعهم في موقف حريج أما في القدس العربي ديمستور يؤكد للقدس العربي أن الأزمة السورية حلها لن يكون إلا سياسيا الجهاديون الأجانب في الرقا يسيطرون على القيادة العسكرية والحسبة إقامتهم دائما وهدفهم حماية الدولة للسوريين والنصرة تخطط لبناء دويلة في إدلب إلى حلب رفع حظر التجول الليلي المفروض على بغداد وذبح اثنين من السنة في مركز أمني بالأنبار تسريب للسيسي ومدير مكتبه ورئيس الأركان يسخرون فيه من دول الخليج أنصاف دول والفلوس عندهم زي الرز إعلاميون مصريون يتحدثون عن تغيير محتمل في الموقف السعودي الداعم لبلادهم أحمد عز أمين تنظيم حزب مبارك المنحل يعلن خوض انتخابات البرلمان كتائب القسام توث تسجيلا مصورا لدعم الجيش المصري وردا على اتهامها بالإرهاب حماس تنفي اتهامات الأخبار اللبنانية بأنها تواجه صعوبات داخلية في العودة إلى محور المقاومة إصابة ثلاثة شرطيين في هجوم بالمولوتوف في المنامة أولاند المبادرة الفرنسية الألمانية لأوكرانيا آخر فرصة لمنع حرب في أوروبا شرطة إسرائيل في حالة من الارتباك لطورط نصف قادتها بفضائح جنسية وفي موقع تركي بريس تركيا ستكسر فخ الدخل المتوسط وسيصل دخل الفرد في عام 2023 إلى 20 ألف دولار الأرصاد الجوية ثلوج وانخفاض واضح في درجات الحرارة الأسبوع القادم جمعية أنقر الشام لرجال الأعمال الشباب التركية ترسل مساعدات غذائية إلى 24 ألف أسرة داخل الأراضي السورية منذ مطلع العام الحالي العالم السوري جمال أبو الورد يحصل على الجنسية التركية بقرار من رئيس التركي رجب طيب أردغان وهو عالم رياضيات سوري اشتهيرة بتطوير قوانين وقواعد رياضية وخوارزميات جديدة أما في وكارة أنباء لنظول ديرش بيقل نحو مئة امرأة توجهنا من ألمانيا إلى سوريا والعراق العبادي ومسعود برزاني يبحثان لأول مرة استعادة الموصل من داعش داود أغلو هدفنا أن نجعل من تركيا مع حلول عام 2023 قوة عالمية إقليم شمال العراق انضمام خمسمائة كردي إلى داعش خلال السنتين الماضيتين قتل منهم مئة وخمسون فيما سلم خمسون آخر أنفسهم لسلطات رئيس الاستخبارات التركية يستقيل من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة مقاتلتان تركيتان تجبران طائرة سورية على الابتعاد عن الحدود صحيفة التايمز نشرت تقريرا بعنوان مركز للجهاديين في فرنسا وإذا حدث التقرير عن مدينة فرنسية صغيرة أصبحت تشتهر بأنها مركز لتجنيد الجهاديين وتقول صحيفة أنه منذ عام 2013 سافر 17 شخصا من سكان مدينة لونيا جنوبية فرنسا للانضمام إلى صفوف تنظيمية القاعدة والدولة الإسلامية من بينهم ثلاثة اصطحبوا معهم زوجاتهم أو صديقاتهم وبحسب التايمز فإنه من خلال محاولات حثيثة للتعرف على أسباب تحول المدينة الصغيرة إلى مركز للراديكالية في فرنسا وجد قادة المدينة أن بعض الشباب المسلمين العاطلين عن العمل تحولوا إلى التطرف على يد دعاة متشددين وتحت عيون السلطات وقالت في تقرير من المدينة الفرنسية إن الكثير من الجهاديين في المدينة تردد على مسجد تصفه الحكومة الفرنسية بأنه مفرخ للأصولية ويرتبط بجماعة التبليغ المتشددة وأضاف التقرير أن المتشددين في هذا المسجد التحقوا بمؤسسات خيرية يفترض أنها تعمل على مساعدة اللاجئين السوريين وأشار إلى أن ما يحدث في المساجد والتجمعات الاجتماعية في لونيا يمثل شيئا غامضا وذلك كما هو الحال في باقي المدن الفرنسية وقالت إنه يجب حل هذا اللغز إذا كانت ثمت رغبة في حل مشكلة انتشار الفكر المتشدد في فرنسا صحيفة الجارديان نشرت مقالا لسارة ميلر لانا بعنوان مخاوف أسلمة الغرب واجهة لصخط المتطرفين جاء فيه لطالما كانت ألمانيا بلد التناقضات وتميزت بالتبادل الثقافي على أعلى المستويات وها هي اليوم تشكل مهدى مناهضة الأسلمة في حركة تتبلور لتغدو واحدا من أخطر التطورات المثيرة للقلق في أوروبا تزايد الاهتمام أخيرا بحركة الوطنيين الأوروبيين ضد أسلمة الغرب بجيدا سيما في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي اطالت باريس وسجلت الحركة في آخر تظاهرة أسبوعية لها رقما قياسيا بلغ 25 ألف متظاهر في حين لا يعرف أحد إلى ما ستنتهي تظاهراتها المقبلة ولا تتمحور حركة بجيدا السياسية المتطرفة حول الإسلام المتشدد بل تختزن سخطا أو سعنطاقا حيال مسائل الهجرة والاقتصاد وسياسة أوروبا ككل وعلى الرغم أن معظم أنحاء القرى تتصدى لتلك المخاوف إلا أنها تخشى في ظل ردود الفعل العانفة ضد المسلمين عقب اعتداء باريس من تفشي السلالات الخبيثة لمشاعر معادات الهجرة وعلى حد قول فرانك ريختر مدير الوكالة الإقليمية للتربية السياسية فإن الخوف من الإسلام إذا نظرنا إلى الدوافع التي تسير حركة بجيدا ندرك أن المشاعر المعلنة ضد أسلامة ألمانيا قد بدأت تتخذ شكلها في تشرين الأول الماضي عبر صفحة على موقع فيسبوك ومن خلال مخاوف حيال اللاجئين الوافدين إلى ولاية ساكسونيا الألمانية وعاصمتها دريسدن وجد الكثيرون في بجيدا متنفسا يسمعون من خلاله صوتهم وتميزت التظاهر الأخيرة بحضور واسع للذكور من مختلف الأعمار يرون في الحركة الوسيلة الحقيقية الأولى للتعبير عن مشاعر مكبوتة منذ زمن يهرع مسؤول مدينة دريسدن في الوقت الراهن إلى إنهاء حالة الانقسامات المتفاقمة ويتزايد عدد المناهضين للمحتجين الذين يفترشون الشوارع منددين بحركة بجيدا وقد قام عدد من أنصار اليسار المتطرف بمحاولة فاشلة هدفت إلى صد المتظاهرين عبر تشكيل سلسلة بشرية أطلقت هتافات مرحبة باللاجئين على الرغب من أن مساهمة دريسدن في احتضان اللاجئين جاءت متواضعة إلى أن المدينة ردت بقوة على موقف برلين وأعرب الكثيرون عن خشيتهم أن يسفر قدوم اللاجئين عن انتشار الجريمة والمخدرات وإرهاق الأجهزة الحكومية وظهور ممارسات متشددة تتضارب مع القيام الأوروبية وقالوا إن أكثر ما يغضبهم هو أن أحدا لم يأخذ برأيهم حول سياسة استقبال اللاجئين موقع سوريا نت نشر مقالة لناصر التركماني بعنوان ما الذي لم يقله أردوغان عن الأسد جاء فيه شعبان في دولة واحدة الشعار الذي أطلقه أردوغان على العلاقة التركية السورية وهو يستعد لفتح أبواب الباب العالي أمام أحفاد بن أمية لكن قصر الشعب وبالرغم من كل مظاهر البذخ المعاصرة كان يحكمه نظام ما زال يعشق الأزمان القديمة كان الأتراك يسمعونها بوضوح في زياراتهم المتكررة إلى سوريا لم يكن عند النظام أي مانع أخلاقي من أن يقدم كل المجتمع السوري كأضحية في سبيل إسعاد الخارج فلطالما كانت سياسته واستراتيجيته مبنية على خدمة الخارج وإهمال وضرب الداخل لماذا تغيرت السياسة الخارجية التركية تجاه النظام مع بدء الثورة بسرعة التي لم يتوقعها النظام مع بدء عام 2007 توضحت سياسة تركيا الخارجية أكثر مبنية على فكرة إنشاء منطقة اقتصادية بين إيران وشمال العراق وسوريا والأردن لتشمل فيما بعد بقية دول المنطقة ولتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة وتعيد القرار السياسي لشعوبها بعيدا عن الإملاءات الخارجية ولكن ذلك كان يزعج الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا وواصلت تركيا جهودها الدبلوماسية في إقناع بعض الأطراف الغربية بجدوى هذا المشروع السياسي والاقتصادي وكانت فرنسا من أبرز الدول المتعاطفة مع هذا المشروع الإيرانيون والروس لم يعجبهم تقرب النظام السوري من تركيا مثلهم مثل إسرائيل وكان أردوغان قد وصل إلى قناعة تامة بأن الإيرانيين يريدون إفشال المشروع التركي في المنطقة تحت حسابات سياسية وطائفية فالبرنامج النووي الإيراني كان يحتاج إلى أوراق قوة ليتفاوض بها على طاولة المجتمع الدولي وكانت سوريا وحزب الله من ضمن هذه الأوراق فيما بعد بدأت تركيا إفقاد الإيرانيين بعض الأوراق عبر تصعيد اللهجة العدائية تجاه إسرائيل انطلاقا من مبادئها الرسخة في محاربة الظالمين ونصرة المظلومين وكانت حادثة سفينة مرمرة نقطة تحول في العلاقات التركية السورية حيث قامت دمشق بإرسال رسائل طمأنة إلى إسرائيل بأنها غير معنية كثيرا بالأمر الذي لم يقوله أردوغان عن الأسد أن الأخير كان بمثابة حرس للمصالح الإيرانية والروسية وأن الاستماتة الروسية في الدفاع عن النظام هي دفاع عن النظام قدم أوراق اعتماده لخدمة مصالح الروسي الاستراتيجية في المنطقة وعلى ما يبدو أن هذا هو المقابل الحقيقي الذي طلبه الروس مقابل شط بالديون السورية لروسيا والتي كانت مقدرة بحوالي 11 مليار دولار في الوقت الذي كان أردوغان يبذل جهودا جبارا لإنقاذ سوريا وتجنيبها الخرابة والتدمير عبر حث النظام السوري على إجراء الإصلاحات وإطلاق الحريات كانت إيران في المقابل ومن ورائها روسيا تدعم وتدفع النظام بشدة نحو المواجهة والعنف واتباع الحل الأمني صحيفة ينشفق التركيا نشرت مقالا لمارك إسيان بعنوان أساس الديمقراطية عجز الإنسان جاء فيه السياسة هي أحدى الأنشطة الإنسانية الأساسية التي ترتبط بظهور الإنسان وإشعاره بذاته وفي هذا الإطار فإن الإنسان الذي يقدم على قرار ما أو يدعم قرار ما يتحول إلى كيان سياسي حتى وإن لم يكن يدرك حقيقة ذلك إن الإنسان عمد إلى تعريف نفسه باعتباره مخلوقا سياسيا بالإضافة إلى العديد من التعريفات الأخرى غير المكتملة إن القناعة بكون الإنسان جزءا من الطبيعة وكونه قادرا على التوصل إلى النظام النهائي من خلال مشاهدة وتقليد الطبيعة من حوله كانت قناعة صحيحة تماما لقد كان كانيت هو أول من أشار إلى أن استبدال الأخلاق بالمنفع وانفلات التنوير عن الأفق المعنوي الذي يغطيه يسبب في إنهاء الحضارات كما أثبت ذلك بالعقل لا بالوحي من وجهة نظر كانيت فإن الإنسان هو معيار لإنسانيته وهي أمر مرتبط بالعادات الأخلاقية التي لا يمكن له أن يجدها من خلال المشاهدة والتجربة وليست مرتبطة بكونه أحد الحيوانات في الطبيعة إن الأخلاق ليست بالأمر الذي يمكن تحصيله من خلال مشاهدة الطبيعة بل الإنسان يصبح إنسانا عندما يقوم برسم حدوده الأخلاقية إن إدراك الفرق بين ثنائية الخير والشر وبين ثنائية المفيد وغير المفيد هو أمر في غاية الأهمية إن كانيت يدعي بأن الشعور الجمعي المستند إلى أفق من المعاني العليا هو الوطن بحض ذاته فعلى الرغم من النظر إليه بازدراء كرجل تقي إلا أن التاريخ قد أثبت صحة كانيت إن انعتاق الإنسان من أفق المعاني السامية وقواعد السلوك الأخلاقي الجمعي والمقدسات يجعل الإنسان يواجه خطر انهيار الحضارة الإنسانية تعتمد أوروبا في أزمة الديمقراطية اليوم على ردة فعل الإنسان الذي يتم عزله من كينونته وقطع علاقته مع الآخر الذي من شأنه أن يكسبه المعنى إن ردة الفعل هذه ظاهرة في عتم المشاركة في العمليات السياسية إن هذا الوضع يعيد بعض الاستبداد الخفيف إلى الحضارة الغربية لكنه في الوقت الذاته لا يهيبها سلطة احتكارية بل يترك السياسة في المنطقة المهمشة أما السيرزة فتأتي بمحاولات مفاجئة لإعادة سيطرة الشعب فبالإضافة إلى حملها لفكر مثير للجدل فإن حساسية الشعب إلى ذلك أمر ذو معنى إن تركيا توسع أرضية السياسة المشروعة من خلال تضييق المناطق المهمشة من خلال السعي في عملية التسوية لا بد من النقاش حول الجانب النفعي والعقلاني والعالمي للسلوكيات الأخلاقية ففتح تركيا الباب لمليوني لاجئ سوري لحمايته من الموت المحققة كان قرارا يتحدى الجانب العقلاني أما إغلاق أوروبا لحدودها أمامهم هو سلوك عقلاني لا داعي للتخلي عن الرفاه باسم العدالة المجتمعية أو عن الحريات باسم ضمان الأمن أو عن الديمقراطية التعدودية باسم العدالة الاجتماعية فسر إرادة الشعب المتحضر فسر إدارة الشعب المتحضر تكمن في تشكيل نظام يمكن فيه لكل المبادئ التي قد تقضي على بعضها البعض من التعايش على أرض واحدة مما يعني أنه لا وجود لحال نهائي أبدي بل الهدف هو خلق توجهنا مشترك يجعل من التفكير في التطوير المستمر وحال المشكلات هو النظام بعيده ليس من سهل تعميق الديمقراطية للوصول إلى هذا المستوى فكما يجب مواجهة حقيقة عجز الإنسان لابد أيضا من الكشف عن الفرص التي يتيحها القبول بذلك بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة